وتلعت بقى احلى بديل للحوم كلها عايزين نسميها ناجتس عايزين نسميها بنيه في منتهى منتهى الجمال ومستحيل حد يعرف ان دي وصفة من غير لحوم ولا دجاج وصفة النهاردة هتحتاج من نجو لايك وتعليق حلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنعمل بديل للبنيه يعني مش معقول ولادنا يطلبوا مننا حاجة ونقول لهم الدنيا بقيت غالية ومش موجودة تعالوا نتصرف ونعمل وصفة اقتصادية جدا ده ايه اللي قدامنا ده؟ ده عبارة عن فول متشوش الفول المتشوش اللي احنا بنستعمله لو نيجي نعمل الفلافل او الطعمية مهم جدا اللي احنا نجيبه وننقعه حوالي ست ساعات ونغير من عليه المي مهم جدا خطوة نقع البوكوليات عايزة الوصفة النهاردة تطلع كمية مش قطلة كبيرة عايزة كوباية واحدة من الفول المتشوش فالكوباية دي خلينا نحط بقى بيها كل حاجة النهاردة تعالوا نحطها بقى كده في طبق وبعد كده عايزين مية والمية تكون دافية عايزة نمس كوباية من المية ونجيب بقى اصغر بصلة عندنا بصلة عادية خالص ونحطها على الخليط ده وعندنا اختيار لاما نستعمل الهند بلندر او الخلاط او الكبه المهم اللي احنا نضحن الفول مع المية ومع البصل لسه ما حطناش اي توابل ولا اي حاجة امشوا بس معايا كده ايه خطوة بخطوة والموضوع هيكون سهل وظريف جدا جدا تعالوا بس ندي تقليبة كده عشان نتأكد ان كل حاجة تجنسة واوريكو شكل القوام بتاعها طبعا ما نحاولش اللي احنا نطحن الفول الماتشوش وهو مش منقوع اولا مش هيكون صحي ومش هيتطحن معانا بسهولة لو مش منقوع فترة كافية في المية طيب تعالوا بقى نشوف الاضافة اللي بعد كده هتكون دقيق الحموس دقيق حموس الشام عملنا قبل كده مع بعض في البيت اللي مش متوفر عنده يشتري جاهز حسب لكم رابط يبان دلوقتي فوق اعلى الشاشة ازاي نعمل دقيق حموس الشام في البيت عايزة الوصفة النهارده كوباية ولكن خلينا نحطها كده بالتدريج معاكو حبة بحبة نحط حبة كده ونقلب وتاني مجموعة معاقة يعني ما خدت معايا كوباية كاملة من دقيق حموس الشام ونقلب وصفة النهارده مش تاخد مننا اي وقت وينفع اللي احنا نعمل لها تجهيز مسبق هقولكو امتى نجاهز البنيه من غير ما نسويه ووقت ما نكون عايزين نسويه لانه فعلا وهو برضو لسه كده دافي بيكون طعمه روعة طعمه جميل جدا جدا مش هتصدقوا الطعم لما تجربوه ممكن انتو بتتفرجوا كده تكونوا مش متخيلين ولكن الناس اللي جربت وصفات قبل كده من القناة هيبقوا متأكدين لانا عمري ما هاعرض اي وصفة تكون طعمها نص ونص او انا مش راضي عنها لان دي امانة وانا هتحسب عليها ملح وفلفل طبعا نزبط بقى الملح وفلفل وحط كمان سبع بهرات رشة بسيطة ومعلقة صغيرة من البابريكا واللي انا بحبه جدا دايما في كل الوصفات بحطه البصل البودر برضو معلقة صغيرة ونحط معلقة صغيرة من البيكين بودر هي دي كل الاضافات دلوقتي ايوة خلاص كده طيب خلينا نقول ان هو ده خليط البني او النجتس فعايزين نعمل للخليط ده اا الكفر بتاعه او التغطية ومش معقول هستعمل البقسمات اللي هو من الاخرة هيكون من الخبز فانا طبعا هستعمل حاجة تكون صحية اكتر بكتير يعني حتى البقسمات او التغطية بتاعت البنيه هعملها لكم بطريقة صحية خلينا بس الاول او ريكو القوام بتاعها وعلى فكرة كل ما بتقعد شوية بتتقلب يعني بصوا نقلب بس كويس عشان دقيق الحمص معي بالنسبة للكفر بتاع البنيه هحط الشوفان وحط ملح وفلفل ونحط البصل والبابريكا تقريبا نفس البهارات بالزبط هي هي اللي انا حطتها على الخلطة تاعت البنيه نفسها باستثناء هنا هزود كركم فحلينا نحط حبة كركم وبالهند بلندر بس عشان عايزة الشوفان ده يتكسر شوية يعني شوية متكسر على شوية مش متكسر كده لو عندنا شوفان مجروش بينفع تعالوا بقى نشوف هنعمل ازاي هنجيب طبق ونحط فيه شوية من خليط الشوفان او التغطية اللي احنا عملناها او اي تغطية انت بالنسبة لك هتكون مناسبة يعني لو فيه حد يتفرج علي بالنسبة له عايز يعمل بقسمات او كورنفليكس اي تغطية انت عايزها تنفع وحط شوية من الخليط البني كده وشوية تاني من الشوفان اللي احنا هنستعمله للتغطية طيب هنعمل ايه ممكن نستعمل شوية زيت كده يكونوا جنبنا اللي احنا بس نبلل ايدينا او حتى بمعلقة الموضوع بسيط وسهل جدا احنا عايزين ننقل الكلام ده كله في طاصة علشان نسويه واضح انه هو مش متماسك ولكن انا هوريكو طريقة سهلة جدا جدا للتسوية تعالوا نجيب اي طاصة ونحط فيها يعني معلقة زيت وبالمناسبة لو عندنا قلية هواية ينفع نستعملها ولو عايزين نسويه في الفرن بنفس الطريقة يعني احنا بنحط ورقة زبدة مثلا ويدهنها كويس وبعدين نحط الخليط كده بس في الطاصة هيكون اسهل حاجة وان انا اوريكو هيكون اسهل بكتير بس كده بالراحة وهي لسه ينفعت الشكل يعني لو عايزة اخليها طويلة شوية اخليها تخينها شوية زي ما انا عايزة احاول لانا كده ايه اخليها شكلها حل ونحط حبة زيت صغيرين من فوق وكل ده انا لسه مولعتش على البوتاجاز هاختار عين البوتاجاز الاصغر عين عندي على حرارة تكون وسط لهدية ونحطها وبعدين نغطيها او نسابها شوية مفيش مشكلة ونبتدي نعمل تاني بقى بنفس الطريقة ما نحاولش نقلبها قبل ما تتماسك من تحت بتاخد وقت شوية بتاخد حوالي اه اربع دقايق او خمس دقايق من كل جهة ونحطيها على حرارة تكون من هدية لمتوسطة بصوا العجينة تعمل كمية كبيرة على حسب برضو حجم القطع اللي احنا عايزين نعملها بصوا كده تماسكت معي تتقلب معي بسهولة جدا 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 نغطيها ونسيبها تاني انا طبعا هسرع بقى المقطع وكده خلاص انا تأكدت ان هي استويت من على الجنبين هطلحها نتأكد بس كل مرة نتاصق ونضيفها لان انا مش عايزة يكون بوايق اي حاجة من التقطيع علشان متحرق متتحرقش وفي الوقت اللي هي بتستوي فيها انا بجهز واحدة تاني طيب يا سلوة انت قلتلنا عايزين نعمل كمية ونجهز فانا بنصحكم انتوا تعملوا زي ما نعمل كده في الطبع الاصفر كده ونحط ما بين كل واحدة وواحدة كيس تلاجة ووقت التسوية ممكن نحطوه مثلا في التلاجة ووقت التسوية نطلع نسوي على طول يعني ما نسيبش الخليط بقى ده الواحده وده الواحده لا نجهزهم زي ما بنعمل البني كده ونحطوه لقى ما في التلاجة او في الفرزر بينفع جدا جدا ده شكلهم بقى انا مش قادر اقول لكم قد اي رحتهم حلوة جدا اتحدى اتحدى اي حد يدوء الوصفة دي وما يعرفش ان هو يعرف ده ان ده مفهوش بني يعني ان ده مفهوش دجاج يعني فخلينا شوف تعليقاتكو وخلينا كمان كل حد بالامانة يجرب الوصفة يرجع يكتب لي رأيكم بمنتهى الامانة لان رأيكم يهمني جدا الوصفة دي هتبقى ان شاء الله وصفة عالمية ولكن اكتبوا لي بقى تحت في التعليقات لما اتجربوها عايزة لايك كتير جدا للفيديو ده علشان ان شاء الله الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس وخصوصا كمان الناس النباتيين اصلا يعني بصوا بقى شكلها عامل ازاي من جوا البنيه من غير لحوم وصفة جميلة وسهلة ومكونات اقتصادية كباية من الفول الماتشوش اللي هيكون طبعا منقوع وبصرة صغيرة ونص كباية من المياه الدافية عليها كباية من دقيق الحمص ومننساش التوابل اللي هي مهمة جدا والمعلقة الصغيرة بتاعة البلكنبوت شايفين بقى اتمنى ان شاء الله وصفة ناردة تكون عجبتكم اشتركوا وقربوها وشوفكم على خير ومع السلامة شكرا شكرا اشتركوا في القناة